كابتن عادل ما ينفعش اللعيب يروح يقول للمدرب وخصوصا لما الموضوع ده يتكرر أكتر من مرة يقوله أنا مش عارف ألعب في المركز ده أنا مش عارف أدي في المركز ده ببساطة شديدة لأنه هو أصلاً مش مركزي ولا ده لا يجوز في العلاقة ما بين المدرب واللعيب لا طبعاً على المستوى الكبير لا بيبقى بيبقى مطلوبة جداً وخاصة لعيبة بحكم الشناوي بحجم الصلاح احنا شوفنا في ماتشة أحد الماتشات في الناد الآلي كان الشوط الأولاني أعتقد كان أداءنا غير موفق المدرب سابس الشناوي هو اللي تتكلم ده أحيانا في أوقات معينة بيبقى اللاعب كابتن الفرقة بيبقى مؤثر جداً يمكن أكتر من المدرب لأنه بيبقى قريب جداً من اللعيب طبعاً لما يكون لعيب فرقة عندك فيها صلاح فيها حجازي فيها الشناوي فيها عمر السلية فيها المجموعة عادية يمكن أن تكون لعيبة من ثلاثة أربعة لعيبة من دول يعودوا مع المدرب يقول لأ لو أنت لو أنت اللي قدر الله لو نتاج سائد ولم نتاج سائد ولم نتاج سائد ولم نتاج سائد مين اللي هيشير الموضوع ده؟ ما هو الشعب المصر واللعيبة هو هياخد شنطته ويمشي وياخد سنة ونص بتاعته اللعيبة يبقى لها دور وقبل ما يبقى اللعيبة يبقى لها دور أنت عندك دلوقتي مجلس منتخب لازم قبل تصفكس عالم لازم الاتحاد الكورة وفي عنصرين أو ثلاثة عناصر مهمين جداً لما يبقى فيه بركات وفيه حازم إمام بقى فيه علام الأخ علام والأخ خالد الدرندالي اللي بنبارك لهم على الانتخابات وفيه وقفة بقى فيه مدير فني مصري موجود بدل فنجادة يقدر يعود للراجل يفهمه أنت أنت بتدرب تيم بحجم مصر مصر دي يعني إيه أكبر دولة في أفريقيا ربا إزاي ما توصلش كاس عالم يعني بأي منطق يقول لك أنا أوصل كاس عالم توصل كاس عالم بس ده أنت أكبر دولة في أفريقيا أما الغانا والكاميرون ونيجيريا وسحل العاج والجماعة دولة على طول بيوصلوا كاس عالم على طول والقرض أصلاً من أن هو يجي مش إن أنا أوصل بس للعالم يعني الموضوع كده غريب جداً بصراحة أنا قلت الكلام ده وقلت إزاي ناخد ديله مكافأة في ماتشات ليبيا ده في ماتشات ليبيا دوله مكافأة قالوا كده لما أوصل لما أجل البطولة دي قالك أن البطولة دي أنا مش جاي عليه خريبة جداً رئيس الاتحاد وقفوله والأساس رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد شكرا